مرحبا حبايبي كيف كون اليوم جيت بفيديو كتير مشاهي لأكلة سمك هاي الأكلة هيك نحنا منحبها كل كم شهر ناكلة لأنه السمك ما كتير الناس بتحب دائما 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 متاكلة يعني كل فترة وفترة لحتى هيك الواحد يشتهي فهالمرة جبنا سمك لحتى نشوي لنحنا منحب السمك مشوي فعجبنا نوع السمك بولتي لأنه هذا بشوي كتير طيب وهيك يعني لحمه كتير هلا هون طبعا ماما جابتون انضاف بس هي كمان تحب ترجع تنظف فعمري ماما لما بتنظف السمك مثل ما بتنظف الجعجة هيك تحسوها كأنها حاملة بابي وعمت نطفة فكتير هيك نظفتون مليح وعملت صلصة السمك الحارة جابت تبس فلي فلي وهو الهريسة وزيت زيتون وجوز وكزبرة يابسة وتوم وكمون وملح وفلفل وهلا هون هيك عم تدهن على السمكة من برا ولح تحشية كمان من جوا ما بعرف يعني السمكة الحارة المشوية قطيب من المقلية وقطيب من انه تكون عادي يعني سادة يعني موحدة فهون ماما هكي تفركة منيح هلا انا ما بقدر نظف السمكة هكذا من الحراجب وعيونها عيون السمكة حسنا يجئروا فيني فهو ماما فهو ماما وكذلك هلا هون ماما تفركة كثير كثير منيح لحتى يعني ادمان شويت هكذا تظل هكذا طبعا الحشوة يعني انتم فيكم ان تحشوها شو ما بتكون هلا هون كمان في ناس وثم بيحشوها خضار او قط نحنا منجيب مثلا منجيبها جاهزة منجيبها محشية خضار بس عم نعملها يعني مثل ما كنا ناكلها من زمان على البحر بسوريا انو كانوا يحشوها بس هاي الحشوة وقد ما كترتوا فيها جوز كل ما بتطلع اطياب اكتر و المقلي كمان طيب بس المقلي بقى له طريقة ثانية هلا هون بس هم اقول لكم انا المشوية هلا شوفوا هون السلصة بتشهي حتى حتى حاف بتشهي حتى بدون سمك مشهي شكلها خصوصي انو فيها جوز متل شوي هيك متل المكدوس متل صلصة المكدوس شوي هلا هون ماما بتحشيها و حلاوة هاي طيابة هاي السمكة انو ما فيها حسك كتير يعني ما فيها غير هذا المشط ووقات في سمك بيكون كتير في هون هكي حسك فلا هاي بس المشط وعنجد يعني تلعفي ريحة زناخة ولا كأنو يعني نحنا مثلا جايبين سمك على البيت يعني فيه ناصب تستصعب شوي انو هنن يشفوا بالبيت مش عن الريحة وهيك بس لا وقت تكون سمكة نضيفة كتير ما بتطلع ريحة بشعب البيت شوفوا لونه ما احلى هلا انا كتير هون حابة بمصر اني دوق الرنجة الرنجة اللي هي هي ما بتكون مطبوخة بالفرن او او بالزيت هي بتبخوها على البخار فان شاء الله شيوم هكي منجيب رنجة وهنين بيبعوها ما حدا بيقدر يساويها بالبيت هيك بيظنوا ازاع حدا مصري يشوف الفيديو يجعوبني يعلق لي انو انا بعرف انو ما بتنطبخ بالبيت انو بيطبخوها هنين باماكن معينة وبيبيعوها جاهزة بكارفور بهادول الاماكن وكمان كتير مشهية يعني ان شاء الله شي مجرى نجيب رنجة وبدوء هلا هون ماما حتى تبستانية بطاطا وبصل وبندورة وليمون لحتى ما تلزق السمكة يعني وهدول الشغلات طيبين مع السمكة هاي لحباشات هلا هون بمصر كمان في اللي هو الفيسيخ الفيسيخ اللي هو يعني في شوي اختلاف بالرأي حوله انو ناس كتير 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 بتحبوه وناس ما بتدوء ابدا فانا رفقاتي المصريين ناس يقولون لي طيب كتير ناس يقولون لي لا ما منحبه بس كمان اوقات الواحد يحب يجرب يعني يحب على الاقل يدوء لأول مرة يعني مثل السوشي السوشي اول مرة ثاني مرة ثالث عشر مرة ممكن واحد يحبه فالفيسيخ حزيت انو ممكن انا بيوم من الايام مثلا اتقبله اول يوم تاني يوم تالت يوم بس بعدين يمكن احبه كتير فالواحد دائما يجرب فالاكلة الآن هنا اضطت ماء لكي يظهر فيه مرأة فالصوص بالاكلة و اضطت هذه الفلافلات اضطوا النار لكي تضعهم بالفرن و تضعهم و تضعهم حدودية للاكلة و هنا اضطت ليمون اضطت ليمون فالزيتون تضعهم وحلاوة السمك لا تريدهم كثيراً في الفرن لأنها طرية كثيراً فلا تأخذ الوقت الآن نغطيها بالفويل أو السلوفان أو ماذا تريدون ونضعها بالفرن لماذا تأخذ الوقت؟ هل رأيتم؟ لماذا سواني صارت الآن لماذا تستوي؟ يومي شاهدوا أنتم في حياتك كيف محروق وطبعاً دعونا ننصص قليلاً لأنه اللي بده يزود وهون التراتور أهم شيء التراتور لهوة طحينية وطوم وبقدونس وحطينا علينا بطاطا وصلطة عناعمة أهم شيء البطاطا البطاطا المقلية وماما كانت عاملة صحاً محمرة غير شكل المحمرة اللي هي بالبرغل ما شاء الله ماما ملكة بهاي المحمرة هلأ هون أنا مرشيكم أنا عمدوق الأكلة ومستمتعة وأنجد التراتور هو اللي بيخليني يحب السمك أكتر فهون عمدوق الأكل أنا أمشيكم لحتى تدرجعوا وتعملوا سمك اللي عمل السمك أنا أعرف فيه من متابعيني الناس عندهم يوتيوب عندهم قنوات ورفقاتي فهو اللي أعكل سمك لكي أعكلها مرتاني بس على طريقتي مثل ما أنا عملتها هلأ هون أمشيكم كيف إنه ما شاء الله يعني اللحم فيها كثير و الجلدة طيبة كثير كثير أنا أكثر شي بحب دنب السمك بيكون مقرمش وطيب حتى المقلي أنا أحبه لكن لا أعرف المشوي باستمتع فيه أكثر يعني أنا بالمقلي أحب القنبري لكن السمك اللي هو السمك الكبير أحب المشوي الآن هون هكا أضع الحباشات حتى أقر استمتع فيها أنا أحب أسكب كل شي بالصحن شاء ما كل شوية أسكب أسكب مكتر طبعا أضعت هون سحن السمكة شاء يكون مناسب للأكلة وعن برجع أزود حد لأن يعني نحن منحبك كثير نزود حد بالأكل عن جد يعني ما بقول لكم الديجتلايت لذيذة وطيبة يعني ما شاء الله وبالنهاية يعني مفيدة فيها أوميغا سري وفيها مليون فيتامين السمك فلازم الواحد هو بيقوله لازم بالأسبوع يأكل واحد مرتين سمك بس الناس يمكن بتحكى لهمم ساعات السمك فالمهم هوني أنا عم استمتع بالأكل وإن شاء الله يكون أعجبكم الفيديو ولا تنسوني من الدعم والاشتراك والكومنتات وقد ما بطيقون كثير الكومنتات لأن هذا شي بيرفع من القناة وطبعا كان عندي ضيوف يعني بحبهم كتير كتير وأكلوا سمك وستمتعوا الحمد الله وهلأ بتشوفوا من هنين وعنجد يعني الحمد الله بيضت وش قدامهم شو سمير ما عاد سمعت صوتك ما عم تحكي منه معلوم معلوم فاضي تركه بحاله مو كل يوم بيعكل إنسان سمك زبيدي ما عم لي شي طب مني سمير أعطينا من رأسك قبر شلون طيبين ما بوهن شي ما بوهن شي سبعاني هلا وبيقوله هيك بكل بساطة يا رجل صبي أكثر من 15 يوم مصي عليهم وكل يوم بدأ تليفون لبيع السمك شو بيقل له شلون السمكات الزبيديات اليوم خرج النقي منهم كم فرخ يبيض الوش كم فرخ شو موف كم فرخ هلا يا هدولي خنسة كيلو بعدين إذا وجهت السمك الزبيدي على الطاولة ما بيعود الواحد بيقرب على صنف تاني بيحط دابه ودوب السمك الزبيدي فعلا يبعت له حمى معطيبة السمك الزبيدي هم